بدوره شهد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي للجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح الشيسي في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين وأكد العسومي أن الجهود المصرية الكبيرة التي بذلت لوقف إطلاق النار تعكس وبكل صدق ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد حل عادل للقضية يؤدي إلى إقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية وأكد رئيس البرلمان العربي على أن نجاح مصر في التوصل لتهديئة بين الجانبين يعكس ريادتها إقليميا ودورها المحوري وحرصها في استعادة أمن واستقرار المنطقة بأكملها